اقتحم المئات من أنصار الرئيس السابق محمد مرسي مبنى محافظة الجيزة اليوم وقاموا بإشعال النيران فيه كما قام أخرون بقطع الطريق الدائري من أو في الاتجاهين من ناحية شارع البحر الأعظم الأمر الذي تسبب في شلل مروريا كامل يأتي ذلك فيما أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الصحة المصرية ارتفاع ضحايا حصيلة الاشتباكات التي وقعت أمس بالقاهرة والمحافظات إلى خمسمائة وخمسة وعشرين شخصا وإصابة ثلاثة ألاف وسبعمائة وسبعة عشر آخرين بجروح هذا وتمت إحالة أربعة وثمانين شخصا في السويس منهم أعضاء في جماعة الأخوان تمت إحالتهم للنيابة العسكرية بتهم القتل والحرق هذا ويبحث مجلس الوزراء المصرية اليوم تطورات الأوضاع السياسية والأمنية عقب فض اعتصام يرابع العدوية وميدان النهضة هذا وشيعت في القاهرة جنازات عددا من ضباط وأفراد الشرطة الذين سقطوا خلال عملية فض اعتصامي ميداني أو ميدان النهضة ومنطقة رابعة العدوية يوم أمس وحضر الجنازة عدد من المسؤولين الأمنيين أبرزهم وزير الداخلية محمد إبراهيم إضافة إلى أسر الضحايا